موسيقى حياكم الله مشاهدينا مع الوقف الحواري الأولى في هذه الحلقة والذي سرنا نكون معانا من خلالها جمال عبد الحمان النامي أمين سير مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت ويكلمنا عن الجمعية وخدماتها الإنسانية حياك الله ساعدين جدا بتواجدك معنا الله يمسيكم بالخير ومسي مشاهدين بخير بهذه السنة وختامه إن شاء الله إلى بإذن الله عام خير على الكويت بإذن الله ومسيكم بالخير جميعا وشكرا على هذا اللقاء ونشكر حقيقة فزوء الكويت ونشكر ذات الإعلام لإهتمامها في الأمل الخيري لإنسان الكويت يا حياك الله ساعد جمال أكيد سنبدأ حوارنا معك إن شاء الله لكن بعد مشاهدتنا لهذا التغير جمعية ملتق الكويت هي جمعية نفعام أهلية مهنية تأسست عام 2013 تحت مظلة جمعية الشيخ عبدالله النور الخيرية وتم إشهارها رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2015 تهدف إلى تشجيع العاملين وتدريبهم مع تطوير مؤسساتهم الخيرية وتسليط الضوء على أنشطة الجمعية بالكويت وإنجازاتها والسعي لإشراكها إعلاميا مع مؤسسات العمل الخيري محليا وأقليميا بداية أن أستاذ جمال ودنا تعطينا وسادة مشاهدين فكرة أو نبذة تعريفية عن جمعية ملتق الكويت تفضل نعم شكرا سيدا مشاعر وشكر موصول لكم جميعا حقا هذه الجمعية جمعية ملتق الكويت الخيري من اسمها ملتقى في الكويت نعم للعمل الخيري وهذه الجمعية أسست من ثمان سنوات من الحين كانت عبارة عن فكرة ثم تطورت إلى كيان تطوعي بعد ذلك تحت جمعية محمد صلى جمعية الشيخ عبدالنور ثم أشيرت في 2015 من قبل السعادة وزارة الشؤون وهي جمعية تعتبر جمعية نفعام ثقافية أهلية هي ليست جمعية خيرية إنما هي تقدم خدماتها للعمل الخيري الكويتي الإنساني جميل جدا سيد جمال مر عليها ثمان سنوات هذه الجمعية نعم 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 عمر بالنسبة لنا طويل لكن الحمد لله فضل الله عز وجل يعني كانت الإنجازات والعالة إن شاء الله خلال الحديث سنتكلم عنها أكيد أنا أسألك ثمان أعوام مليئة أكيد في الإنجازات يريد أن نتكلم عن هذه الإنجازات التي حققتها الجمعية نعم حقتنا الجمعية بدت الحقيقة بفكرة وهذه الفكرة كانت عبارة كيف نستطيع نحن الآملين في الحق الإنساني الكويتي أننا نساهم بتطوير وتشجيع العمل الخيري نعم وكانت الحقيقة بالبداية كنا نتكلم عن هل نحن نكون نقابة قلنا لا لا نكون نقابة نحن نكون إيجابيين بالطرح وبالتالي نساهم قد مستطاع بالبحوث والدراسات وتقديم ما يطور ويشجع العمل الخيري من خلال المسابقات أو إن كان الجوائز وخيرها الحقيقة لما لقينا الفكرة هذه ونحن قاعد نتشاور فيها مع يعني مستشاريين وخبراء الحقيقة والتي تزخر فيها الكويت بالعمل الخيري لقينا الحقيقة من واجب علينا أن نحن هذا الكيان يتطور إلى أن يكون جمعية وبالفعل حقيقة لقينا الحقيقة من المسؤولين سواء على مستوى وزارة الخارجية أو وزارة الشؤون ونشكرهم حقيقة أو حتى الوزارات المعنية الثانية لقينا منهم الحقيقة قبول لمثل هذه الفكرة ولقينا الحقيقة فرصة أن نحن نجدم أكثر ونعطي أكثر لمثل هذا التخصص النادر ومتخصص بما يتعلق في إدارة العمل وهو الجمعية هي جمعية إدارة متخصصة في تشجيع وتطوير العمل الخيري لكويتي نعم أستاذ جمال يعني أكيد للجمعية هناك أهداف بعيدة المدى وأهداف قريبة المدى وأهداف طويلة الأمد وأهداف قصيرة ونحن نتعرف بشكل عام عن هذه الأهداف نعم إحنا الجمعية مختصرة أنها كيف نستطيع أن نشجع ونطور العمل الخيري الكويتي حقيقة هذا الهدفين الأساسيين هو التشجيع والتطوير من خلالها يندرج حقيقة كثيرة من الأهداف الداخلية منها طبعا موضوع التوثيق وبالتالي إحنا أسسنا مركز مختص في ما يتعلق بمركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني فنار وهو يدير الدكتور خارد الشطي مختص في هذا المركز موضوع جانب التوثيق ومركز آخر فيما يتعلق في التطوير مركز الكويت لتطوير العمل الإنساني ماسار ويدير أيضا مستشار دكتور نوري بشير النصيب ويقوم لدينا أيضا مركز آخر مركز متخصص فيما يتعلق في دعم قيم العمل الإنساني ويدير دكتورة فاطمة لدويسان وأيضا عندنا مركز سيرى النور في 2020 متخصص في دعم قرار العمل الإنساني وكل هذه المراكز تحقق أهداف جمعية منتقل كويت الخيري فيما يتعلق في تحقيق بجالاتها المتخصصة فيما يتعلق في تشجيع وتطوير العمل الخيري الإنساني جميل جدا سيد جمال لكل هذه الأهداف هناك استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف ما هي استراتيجيتكم من خلال هذه الجمعية؟ استراتيجيتنا تنصب بشكل أساسي حول ما يمكن أن يقدم إلى العاملين والمؤسسات ومشاريع العمل الإنساني وبالتالي هي ترتكز حول مرتكزات هذه كمحاور أساسية انطلقنا منها لأجل عندنا أكثر من 40 مشروع استراتيجي وهذه المشاريع الحقيقة الكبرى نضع بعيننا بعد الله سبحانه وتعالى لكويت وبالتالي كيف نستطيع من خلال هذه الجوهرة؟ بالفعل هي تعتبر جوهرة على مستوى الأرض فيما يتعلق في رمزيتها في العمل الإنساني وبالتالي نحاول قدر مستطاع بهذه الرمزية أن يتم من تحقيق هذه المشاريع الكبرى الاستراتيجية بالتعاون مع كثير من الجهات سواء الأهلية والقطاع الخاص والحكومية أن ترى النور وحقيقة نحن فرحنا بإنجاز الكثير من هوا مقبلين إن شاء الله بإدلاء المشاريع استراتيجية كبرى حلو، لما أنت تذكر أستاذ جمال المشاريع وذكرت بشكل عام أهداف هذه الجمعية والاستراتيجية طيب، بدنا نتعرف أكثر حول الأنشطة والمشاريع اللي أنت قاعد تقول هناك فعلا مشاريع وجدت ومشاريع سوف تنوجد فنبتكلم أكثر عن الأنشطة والمشاريع نعم، أنشطتنا ستركز من خلال مراكز منبثقة عن جميع الملتقى الكويت الخيري وهذه المراكز تقوم بأنشطة موسمية من خلال مثلا الدورات، البرامج التدريبية، إضافة البوريش، إضافة الندوات والمحاضرات وغيرها هذه أنشطة تكون يعني عبارة عن موسمية إضافة للأنشطة التي ترتكز حول المشاريع الاستراتيجية من المشاريع الاستراتيجية كمثال عندنا مشروع الحوكمة للعمل الإنساني وبالتالي له حقية خطة منفصلة وبالتالي يندرج فيها كثير من الأنشطة ومن الأعمال التي تقوم فيها الجمعية إضافة لمشاريع أيضا أخرى نتعاون فيها من خلال أيضا مؤسسات مثل وزارة الشؤون وغيرها من مشاريع الاستراتيجية الجمعية نعم يمكن هذه الأنشطة لكن إذا بنتكلم عن المبادرات هل في هناك مبادرات تقومون فيها من خلال الجمعية نعم وحقيقة يعني الله سبحانه وتعالى أكرمنا بلقاء سمو أمير البلاد حفظه الله قائد العمل الإنساني نعم وحقيقة فرحنا باستقباله الأبوي لأحدى مبادرة جمعية منتق الكويت الخير وهي عبارة عن جائزة هذه الجائزة أطلق عليها جائزة وشاح الكويت للعمل الإنساني هذا الوشاح الذي يقدم لثلة ونخبة من أبناء الكويت وحقيقة نحييهم وهم أكثر من ثلاثين شخصية إضافة لفرق التطوعية العامل بالحقل الإنساني والحقيقة توجل حقيقة تكريمهم بلقاء أبوي مع سمو أمير البلاد حفظه الله شيخ صباح الأحمد حقيقة اللي كان لقاءنا وياه ماذا يمثل لكم هذا الدعم؟ حقيقة الكلمات لحد حين ترن في رأسي وأذني دائما أتكرر وهي عبارة عن مسؤولية من شهر ثلاثة 2019 لما نتقينا فيه كان يقولنا تموا على هذا النشاط هذا العمل قبل لا نشهده إحنا يشهد الله سبحانه وتعالى عليكم مسؤولية أكبر تقومون بهذا العمل وكان له رسالة أيضا لدور المرأة في العمل الإنساني أيضا ووجه لهم كلمات طيبة من حضر الصاحب السمو إضافة طبعا للشباب الكويتي واللي كان الحقيقة كان لقاء وياهنا كنا ثلاثين شخصية كل واحد فينا كان يقول له كلام بشكل مباشر كأن يوصل رسالة للشعب الكويتي يقول لهم تموا على هذا النشاط وهذا العمل نفخر فيه جميعا في بلدنا الكويت مركز العمل الإنساني أكيدا شون شفتوا المرأة والشباب ودورهم في العمل الإنساني والعمل التطوعي بالتحديد نعم إحنا قناعتنا في جمعية ملتقى الكويت الخيري أن المرأة تقوم بأكثر من سبعين مئة من قوة العمل العمل الإنساني من حيث العطاء إن كان البذل وإن كان حتى المستهدف من هذا العمل الإنساني نعم والدليل طبعا دائما العمل الإنسان لما يستهدف فيه هم المتضررين أكثر أكثر شريحة متضررة من العمل الإنساني أو من صح التعبير النكبات أو الحروب أو الآثار السيئة التي تحدث على بعض الشعوب فبالتالي المتأثر فيها هم المرأة والطفل وبالتالي هم المستهدف في شكل أكثر نحن على مستوى العمل الخيري حقا قناعتنا أن دور المرأة كبير جدا وبمناسبة نحن أول رئيس بجس إدارة الدكتورة فاطمة ندويسان لجمعية ملتقى الكويت الخيري حاليا الذي يرأس الرئيس الفخري لجمعية ملتقى الكويت الخيري هو نحييها مطلال اللي هي الأخت ليلى عبدالله الثنيان الغانم وأيضا عندنا كوكبة من النساء اللي معانا حقا في مجلس الإدارة وإضافة لي ما تم استهدافه بمشاريع حقيقة لي إن كان الشباب وأيضا المرأة وإن كان على مستوى يعني كل من يعطي بهذا العمل حتى الطفل له أيضا لأننا لم نفعله وبالتالي لنه بصمه وياه لكن إنين على موضوع الشباب فإحنا ما نقدر نقول لأن بالفعل إحنا بعد الله سبحانه وتعالى تم اعتماد بشكل أساسي على روح الشباب لدى كبار السن وأيضا للشباب بأنفسهم لي أعطائهم معانا في جمعية ملتقى الكويت الخيري نعم إذن طبعا كل الشكر لك يعطيك ألف عافية أستاذ جمال ما قصرت على هذا اللقاء شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله العام القادم يكون إن شاء الله عام أفضل إن شاء الله للكويت ونشكر وزارة الإعلام على هذا اللقاء شكرا شكرا لك أكيد نستمرين معكم مشاهدينا لكن من بعد هذا الفاصل شكرا لكم